أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام النهار عنوانة ترحيل الخلاط المغربي بن شمسي من الجزائر وجاء في المقال أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد محمد أمس الأحد بترحيل المغربي بن شمسي أحمد رضا الناشط المغربي والمسؤول في المنظمة الأمريكية هيومن رايتس ووتش المكلف بالتواصل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وذلك بعد ضبطه من طرف أعواني الشرطة في شارع ديدوش مراد وسط المتظاهرين مندسا وسط المتظاهرين يوم الجمعة الماضي من دون ترخيص من الجهات الرسمية مسؤولون سخروا الإدارة لنهب ممتلكات الجزائريين دعا وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغمات المسؤولين على الإدارة الجزائرية إلى السعي أمام القضاء لإبطار كل القرارات غير المشروعة وغير الصحيحة وهي الصادرة عن بعض المسؤولين والموظفين تعصفا منهم وتواطئا الاستحواذ على الممتلكات العامة ومقدرات الأمة من دون وجه حق سواء من ناحية التشريع أو التنظيم أبواق خارجية تشوش على عملنا واللجنة لا تريد دروسا عن ونت أيضا النهار حيث قال كريمة يونس منسق لجنة الحوار والوساطة أن هناك بواق خارجية هدفها تشويش على عمل الهيئة ومنع الشباب من الانخراط في الحوار مطالبا هؤلاء بالتقليل من حدة تصرف المشين والسماع إلى الخطاب السليم الموجه إلى الشعب الجزائري مؤكدا أنه من يتزعم في كسب الحقيقة هو شخص ظالم ملاسنات في لعبة الدومينو تنتهي بجريمة قتل فيلم سيلة جاء في المقال اهتزت ولاية المسيلة ليلة أول أمس على وقع جريمة قتل رح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر حسب التفاصيل التي تحصلت عليها النهار فإن الواقعة التي اهتز لها أحد الأحياء بعاصمة الولايات تعود إلى تواجد مجموعة من الشباب في جلسة ليلية يلعبون الدومينو حيث بدأت الملاسنات الكلامية بين الضحية والمتهم البالغ من العمر 17 سنة قبل أن تتحول إلى اجتباك بالأيدي حينها أقدم الجاني على طعن الضحية الذي لفظ أنفسه فيما فتحت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الأليم إلى جريدة البلاد الآن والتي عنونت وزارة السكن تتعاهد بتسليم 656 مدرسة خلال 6 أشهر جاء في المقال أمارت وزارة السكن والعمران والمدينة مدراء دووين الترقية والتسيير العقاري الإسراع في استكمال المشآت المدرسية تحسبا لدخول الاجتماعية المقبل وتسليم كافة المدارس التي هي طوفي طور الإنجاز خصوصا منها المتواجدة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة نهاية الشهر جوفي القادم وتتعلق تعليمات مصالح وزارة السكن بتسليم أزيد من 656 مدرسة منها 426 ابتدائية 137 متوسطة و93 تنوية جيدة وقت الجزائر عنونت العدالة ستنظر في شكوى نصر بوضياف الشهر المقبل أعلن نصر بوضياف ابن رئيس الراحل محمد بوضياف أن الشكوى التي رفعها رد الجنرالين محمد مدينة المدعو التفيق وخالد مصدار يتهمهما فيها صراحة بالوقوف وراء اغتيال والدها الرئيس ستنظر فيها العدالة بداية من شهر سبتمبر مرجعا سبب تأخره في رفعها إلى حرصه على تحضير ملف الاغتيال كاملا المحور عنونة العاصمة تحت الحصار ومواطنون يحتجزون في الطرقات عاش الجزائريون أمس أطول يوم في السنة بعد أن تم غلق كل المداخل المؤدية إلى العاصمة من قبل مصالح الأمن وكذا تشديد الإجراءات على مستوى الحواجز الأمنية من طرفها تحسبا لمسيرة معطوبية الجيش القادمين من مختلف ولايات الوطن حيث اضطر المواطنون إلى وقف محركات سيارتهم ومركباتهم بساعات بطرق سريعة لهيك عن شل الحركة لمدة تجاوزت الخمس ساعات بعديد الطرق المؤدية إلى العاصمة محتجزين بذلك بسبب الاختناق الموري الذي لم تشهده مداخل العاصمة من قبل المشوار السياسي عنونة ملفات الفيزا معطلة أعلنت القنصلية الفرنسية في الجزائر بأن معالجة ملفات تأشيرة تعرف اختلالات كبيرة بسبب مشاكل متكررة مع شبكة الانترنت الموعد اليومي هو الآخر عنوانة ميزانية بـ 2.5 مليار دينار جزائري لحماية ولاية أم البواقي من الفيضانات كشف وزير الموارد المائية علي حمام الأحد عن ميزانية قدرها 2.5 مليار دينار جزائري لحماية ولاية أم البواقي من الفيضانات جاء ذلك خلال تفقد الوزير مشاريع قطاعه بولاية أم البواقي وكذا مشروع إنجاز محطة معالجة ملياه سد أوركيس وكافة ملحقاتها خاصة أن المحطة تزود 5 من كبريات بدن الولاية أم البواقي عين البيضة عين فكرون عين الكرشة وكذا عين أمنيلة المساء عنوانة 497 مؤسسة مصغرة تشكو التهميش نشدت الجمعية الوطنية للشباب المستفيد من آليات الدعم تشغيل الشباب المحكمة العلية فتح تحقيقات معمقة في المشاريع الخاصة بقطاع تكنولوجية الإعلام والاتصال مع وقف الصفقات المبرمة في الفترة الأخيرة مع متعاملين أجانب سيما في ظل استمرار معاناة 497 مؤسسة مصغرة تنشط في إطار مجمع متخصص في تركيب ومد شبكات الهاتف من صعوبات مالية نتيجة للتهميش بالرغم من توفيرها لنفس الخدمات التي تقدمها لمؤسسات الأجنبية إلى الجلائد باللغة الفرنسية لغزو عنوانات 92 مليار دينار لتهيئة الحصص الاجتماعية لولايات الجنوب والهضاب أعلن وزير السكان كمال بلجود الأحد عن تخصيص 92 مليار دينار لتهيئة الحصص الاجتماعية عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا وضح الوزير على هامش زيارة تفقدية دامت يومين لولايات ورغلا أن العملية تخص فتح الطرقات وإنجاز الشبكات المختلفة للمياه بالإضافة إلى التطهير والكعرباء لتمكين المواطنين المستفيدين من هذه التجزئات من استكمال الإجراءات المتعلقة ببناء عفوا سكنتهم لدبع عنوانة تجهيز 2500 مدرسة بحاويات لفرز النفايات سيتم قريبا تجهيز 2500 مدرسة عبر الوطن بحاويات لفرز النفايات ضمن برنامج تربوي بيئي يهدف إلى تنشئات الأجيال القادمة على احترام البيئة والمساهمة في الحفاظ عليها حسب ما صرحت وزيرة البيئة وطقات المتجددة فاطمة زهراء زرواتي إلى أخبار المواقع النهار أونلاين عنوانة بن صالح يجري حركة في سلك السفراء والقناصلة أجرى رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح حركة محدودة في السلك الدبلوماسي وشاملة الحركة سفيرين وقنصلين عامين وقنصلين وبحسب المناصم الرئاسية التي وقعها الرئيس بن صالح فإن الحركة شاملت سفير الجزائر في ليبيا عبدالحميد بوزاهر كما وقع رئيس الدولة بن صالح على مرسوم آخر أنهى بمجابه مهام سفير الجزائر في أستراليا عبدالعزيز لحيون شاملت حركة انهاء المهام أيضا القنصلين العامين في مونيريال الكندية عبدالغاني شريف واستنبولة تركية بهية بولبسير كما تقرر أيضا انهاء مهام قنصل الجزائر في الكافة تونسية عبدالعزيز اويدير وقنصل الجزائر في ميتس الفرنسية رحيم بوغادو الجريفانتكات عنوانت سكيك دوافات طفلتين بعد انقلاب قارب نزهة بشاطئ كاف فاطمة لقيت طفلتان حتفهما وتم انقاذ لقيت طفلتان حتفهما وعجوز وتم انقاذ تسعة أشخاص خلونها بعدما انقلب الأحد قارب نزهة بشاطئ كاف فاطمة في سكيك دا وحسب مصادر محلية فإن الحادث وقع عندما كان القارب على متنه 12 شخصا من بينهم أطفال وسائق وأصفر الحادث عن وفاة فتاتين تبلغان للعمر 4 و 12 سنة وعجوز بينما تم إجلاء المصابين من قبل الحماية المدنية المستشفى سكيك دا للإشارة فإن الشاطئ الذي سجل به الحادث غير محروس القدس العربي عنونت السودان المجلس السيادي يعلن اليوم ويعلن اليوم العضو التوافقي قبطي من المرتقب أن يعنى اليوم الاثنين عن تشكيل المجلس السيادي في السودان المؤلف من خمسة أعضاء من المعانضة وخمسة عسكريين إضافة إلى عضو توافقي وقال مصدر أن تحالف قواء الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق طاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ أدريس وطه عثمان إسحاق وأكدت قواء الحرية وتغيير الاتفاق مع المجلس العسكري على اختيار شخصية قبطية توافقية للمجلس السيادي الشرق الأوسط عنونت بريطانيا تلغي سيادة القوانين الأوروبية على أراضيها يبدأ رئيس الوزراء بريطانيا بوريس جونسون الأربعاء جملة أوروبية هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة البريطانية التي أعلنت أمس أنها أمرت بإلغاء قانون قائم منذ عقود بفعل عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومتوقع أن يمارس جونسون ضغوطات على الاتحاد الأوروبي لدفعه إلى إعادة التفاوض حول شروط بريكست وأن يحذر في المقابل من أن التكتل يواجه احتمال خروج غير منظم لبريطانيا في الواحد وثلاثين أكتوبر الموعد المقرر لدخول بريكست حيث تنفيذ في حال لم توافق بريكست على إعادة التفاوض العربي الجديد عنوان تحضيرات إيرانية للولايات المتحدة من محاولة احتجاز ناقلتها رفضت سلطات منطقة جبل طارق البريطانية أمس الأحد طلب الولايات المتحدة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية جريس وان والتي غيرت اسمها إلى أدريان داريا وان فتح المجال أمام مغادرتها المياه الإقليمية لجبل طارق وهو ما وكبته إيران برفع مستوى تهديداتها للولايات المتحدة محذرة إياها من محاولة مصادرتها ترجمة نانسي قنقر